السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نحل مشكل عدم اشتغال السماعتين معا أو مشكل اشتغال سماعة وسماعة لا تشتغل حتى وان قمت بوضعها في العلبة فهذه السماعة لا تشتغل ولا تشحن والاخرى تشتغل وتشحن بشكل عادي رغم ان السماعتين جريدتين لم يمضي وقت طويل والسبب هو اخواني كالتالي فانا قمت بوضع فيديو سوف اضع رابطة اسفل الفيديو هذا الفيديو يقوم بحل هذا المشكل بحك هذين القطبين هنا وكذلك حك القطبين داخل العلبة لتنظيف ما من الغبار وبالتالي قد تشحن السماعة لكن بعض الاحيان لا تشحن هذه السماعة والسبب راجع لان البطارية داخل السماعة قد نفدت بشكل كبير جدا بحيث لا تستطيع ان تقوم هذه السماعة بشحن نفسها لان البطارية الموجودة داخلها وهذه البطارية فهي من نوع ليتيوم وكما نعلم ان نوع منها البطاريات يوجد به ايونات سلبية وايجابية وهذه الايونات تجتمع فيما بينها فتولد طاقة ولكن عند نفاذ البطارية بشكل كبير جدا فالايونات لم تعد تختلط او لا تولد تيار كهربائي كما تشاهدون فهذه السماعة لا تستجيب لي اللمس حتى وين قمت بالضغط عليه فهي لا تصدر اي اضواء عكس السماعة المشحونة بمجرد ضغط عليها فهي تصدر اضواء يعني تم التشغيل وهذه العكس لا تصدر اي اضواء كما تشاهدون لمعالجة هذا المشكل كما قلت اخواني الكرام هو عليك ان تأتي بمجفف شعر هذا هو مجفف الشعر ما دور او ما علاقة مجفف الشعر بالسماعة فمجفف الشعر سوف يقوم باسدار الحرارة نضعه على وضعية الهواء الساخن ونعرض السماعة لهذا الهواء الساخن وهذا الهواء الساخن بدوره يقوم بتسخين السماعة او بالاحرى بتسخين البطارية داخل السماعة وعند تسخين البطارية داخل السماعة فهو يعطي البطارية طاقة او حرارة وهذه الحرارة تنشط الايونات الموجودة داخل البطارية مما يجعل الايونات تندمج مع بعضها لتكون طاقة وهذه الطاقة تساعد السماعة على شحن نفسها واليكم التجربة اشتركوا في القناة وبمجرد تسخين السماعة لدرجة حرارة فالبطارية تسخن ايضا وتولد لنا او تنشط هذه الايونات الموجودة داخل البطارية الايونات الموجودة داخل البطارية فهي تتعرض للحرارة وبتعرض للحرارة تقوم بالتنشط نفسها وتصدر لنا تيار قليل وعليك بوضعها اوتوماتيكيا في العلبة السماعات وسوف نقوم بالتجربة اولا نقوم بالضغط عليها لنرى هل سوف تشتغل وهي اشتغلت بشكل جيد كما تشاهدون وهي تشتغل معنا سوف تشتغل وتنطفئ لان التيار فيها قليل كما تشاهدون عكس الاخرى سوف نرى لاحظوا الاخرى تيارها بطارية ممتلئة فهي تضيء لفترة طويلة عكس الاخرى فهي تنطفئ بشكل سريع لان البطارية فيها اصبحت ضعيفة جدا طاحتتم قد انطفأت بشكل سريع عكس الاخرى ما عليك اخي الكريم وضعوها في العلبة بشكل اوتوماتيكي سوف يتم بشحن لاحظ كيف سوف يتم بشحن السماعتين ما وعمليات الشحن مستمرة هذا كل شيء